تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء افتتحت انفستكورب المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة أعمال مؤتمر المستثمرين 2019 ويجمع المؤتمر أكثر من 250 مستثبرا من دول مجلس التعاون للخليج العربي إضافة إلى متحدثين من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية والهند والصين وإندونيسيا وتضمن الافتتاح كلمة افتتاحية لرئيس مجلس إدارة انفستكورب التنفيذية السيد محمد العارضي الذي أكد أن انعقاد المؤتمر هذا العام يأتي بعد عام آخر من الأداء القوي والنتائج الممتازة لمختلف وحدات أعمال الشركة وقال لقد شهدنا خلال الاثني عشر شهرا الماضية زخم نمو قوي على مستوى كافة أنشطتنا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المختلفة وقد استعرض رئيس مجلس الإدارة أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة العام الماضي والتقدم الملحوظ الذي أحرزته في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لنمو في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة كما قدم كلمة المؤتمر الرئيسية السيد جيري جريمستون رئيس مجلس إدارة المشروع المشترك بين انفست كورب وابردين ستاندرد انفست مينتس وقد ضم جدول أعمال المؤتمر في يومه الأول نقاشات تفاعلية أدارها مجموعة من المتحدثين البارزين الذين تبادلوا الأفكار ووجهات النظر حول عدد من المواضيع المهمة بما في ذلك التمويل المبتكر وثورة التكنولوجيا المالية والجيل القادم من القادة وشهد المؤتمر ضمن فعالياته المصاحبة أول مأدبة غداء لخريجي برنامج انفست كورب للتدريب القيادي نظمتها انفست كورب وحضرها عدد من قادة الأعمال الشباب من منطقة الخليج العربي وآسيا وأوروبا وخلال المأدبة حل نينات باسيك مؤسس ورئيس شركة جلوبال ساكسيس أدفتايزرز ضيثا ومتحدثا رئيسيا وتستمر فعاليات المؤتمر اليوم بمشاركة متحدثين رفيعي المستوى بينهم السير مايكل فالون عضو البرلمان البريطاني وعضو المجلس الاستشاري الدولي لانفست كورب والمهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم وإلهام حبيبي بالإضافة إلى غيرهم من المتحدثين المتخصصين عالميا ومن المنتظر أن يكشف انفست كورب خلال مؤتمر هذا العام عن نتائج أحدث استبياناته السنوية الموسومة بعنوان ماذا بعد اتجاهات الاستثمار المستقبلية ويستكشف الاستبيان معنويات المستثمرين لدى المؤسسات واستراتيجياتهم المتوقعة لتخصيص الأصول في سياق الاتجاهات الاقتصادية الأكثر الحاحن والتي من المتوقع أن ترسم ملامح الاقتصاد العالمي على مدار العقود الثلاثة القادمة شكرا شكرا